اهلا بكم صرح الدكتور علي بن فضل البعينين النائب العام بانه في اطار تطبيق قانون العقوبات البديلة فقد انتهت النيابة العامة مؤخرا من تطبيق احكام ذلك القانون على ستين من المحكوم عليهم الذين قضوا نصف مدة العقوبة السالبة للحرية باستبدال بعض العقوبات البديلة ببقية مدد العقوبات المقضي بها عليهم وذلك بعد دراسة اوضاعهم في ضوء الشروط والضوابط المقررة بقانون العقوبات والتدابير البديلة وحول العقوبات البديلة وتنفيذها من منظور حقوقي يسرنا ان يكون معنا في استوديو البرنامج السيد خالد الشاعر نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وايضا سيكون معنا عبر الهاتف السيد عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان للحديث عن هذا الموضوع من جانب حقوقي ولكن بعد هذا التقليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم من جديد وارحب بضيفي الكريم السيد خالد الشاعر نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان مساك الله بخير السيد خالد سهلا نوره نوة سهلا شكرا على الاضافة ياهلا وسهلا بيك المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان مؤخرا قامت بزيارة الى مركز الاصلاح والتأهيل وخلاء هذه الزيارة طبعا طلعتم على الاجراءات المعمول بها من اجل طبعا توفير الامور متعلقة بحقوق الانسان وحقوق النزيل من جانب وايضا تأمين صحة المزلان من جانب آخر ياهلا تتكلمنا كيف وجدتم الأوضاع داخل هذه المراكز بسم الله الرحمن الرحيم أولا الولاية الواسعة للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في المتابعة الدقيقة لأوضاع مراكز الاصلاح والتأهيل تعطينا وتخولنا ان احنا ندخل طبعا مراكز الاصلاح والتأهيل بجميع تصنيفاتها نعم فاحنا على قدم وساق نعمل في الترتيب يعني للزيارات المعلنة وقير المعلنة مع وزارة الداخلية وهناك تعاون دائم يعني مثالي بيننا وبين وزارة الداخلية في اتصال يومي حتى لو ما كان في زيارة يعني يومية بيكون في حتى لا بد أن يكون في اتصال لأي أمر من من هذه الأمور طبعا الزيارة الأخيرة كانت زيارة للتتبع الاحترازي ونرى كيف الاحتياطيات التي قامت بها وزارة الداخلية في لسلامة النزلاء في المراكز سواء كان في الحوض الجاف أو كان في جو أو كان في حتى المراكز الحجز الاحتياطي فاحنا تتبعنا هذه الأمور معهم وكيفية تعامل أعضاء مثلا وزارة الداخلية معهم من المستوى الانساني أولا هذه الأمور يعني احنا ندقق فيها كثيرا زائدا نرى ما هي الإجراءات الاحترازية التي قامت بها وزارة الداخلية من المستوى الصحي خاصة في جائحة كورونا كيف وجدتم هذه الإجراءات الصحة خاصة بأننا نعرف اليوم من أهم مبادئ مكافحة انتشار فيروس الكورونا وهو التباعد والتباعد الاجتماعي كيف استطاعت وزارة الداخلية من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل أن تجري هذه الأمور الاحترازية لحماية السجناء وعدم انتشار هذا الفيروس فيهم وطبعا هذا يأتي بتوجيهات كريمة من سيريجات الملكة أيضا الشيء الجيد في وزارة الداخلية وإدارة السجون وإدارة مراكز الاحتجاز أن هي منعت من بداية من شهر فبراير منعت الزيارة الزيارة معنات أن أنا أدخل عليك من برع إلى داخل المركز معناتها في احتمالية ناقل الفيروس أو احتمالية ناقل هذه الجائحة إلى داخل مراكز الاحتجاز فأنا على أساس أحافظ على صحة النزلاء لابد أن أنا أحط أشياء احترازية واحتياطات لابد أن أنا أتقيد فيها من ضمنها منع الزيارة هذه رقم واحد من ضمنها هناك مجموعة من الدفاع المدني يوميا موجودة في المراكز الحجز الاحتياطي ومراكز النزلاء في جو وفي أيضا في الحوض الجاف وأيضا في مركز النساء لتعقيم هذه المباني الموجودة داخل هذه المراكز هذه واحد اثنين وضع احتياطات لمنتسبي الأمن العام زائد الاحتياطات إلى النزلاء أيضا في التباعد أكثر حوله أنهم يتوسعون في عادة توزيع المحتجزين هناك وأيضا استخدام الأقنعة اليومية يمكن ثلاثة أربع مرات يبدلون في الأقنعة العضاء في وزارة الداخلية زائد لبس القفازات باستمرار التنظيف المستمر قبل مثلا كان ينظفون كل ساعتين أو كل ثلاث ساعات الآن لا الآن صار كل ساعة التعقيم كان المبنى ممكن خلال الأسبوع يرجعون لها مرتين تعقيم مرتين في الأسبوع أو ثلاث مرات في الأسبوع أو في بعض المباني يوميا اللي يكون فيها أكثر شوية نزلاء موجودة فيها أكثر إننا موجودين في الممرات والكوليدورات وفي الله يعزك دورات المياه فهذه الإجراءات كانت جدا جيدة وأنا أعتقد أن أنت طلعت عليها كمؤسسة جهة استقلة لها كافة الحريات والحقوق الندش وتشوف وتعاين وتتعاون معها وزارة الداخلية وكل من سوبينها يعني تستطعون أن تنقلون لنا هذه الصورة بما رأيتهم بهذه الطريقة ليس فقط بما رأيتهم نحن نسأل النزلاء نستمع لهم ونجلس معهم وهناك تعاون دائم بين المؤسسة ووزارة الداخلية اللي يعطينا القانون يسمح لنا أن نقدر أن هذه الزيارات تكون علنية وقير علنية ونجلس مع النزلاء وأيضا نستمع إلى الإدارة في المراكز هذه يمكن عندهم شوية سلبيات عندهم شوية إيجابيات مع بعض نحاول أن نرفع من المستوى التقييمي لكل المراكز جميل أنت جهة مستقلة تتبع مباشرة إلى سيد جاءة الملك جرالة الملك ويعني معالي وزارة الداخلية كرر مرالا ووجه بأهمية التعاون معاكم في أكثر من حديث لك ننتقل اليوم لشيء مهم أستاذ خالد يعني بعد ما تفضلت فيه من شهادة مما رأيته داخل هذه المراكز اليوم في توسع في مشروع العقوبات البديلة هناك توجيهات مباشرة من سيد جاءة الملك للتوسع فيها كانت حتى قبل انتشار جائحة كورونا واعتبارها وباء عالمي منذ شهر يمكن 12 كان فيه توجيهات من سيد جاءة الملك وبدأت وزارة الداخلية في زيادة أعداد من يشملهم قانون العقوبات البديلة اليوم في 60 أيضا محكوم يعني يقضون مدة عقوبتهم البديلة فيه أماكن مختلفة وأنواع مختلفة من العقوبات البديلة لو نتكلم عن آخر شهرين العدد الإجمالي وصل 1793 نزيلا بطبقون العقوبات البديلة لو نتكلم العدد الكامل يمكن أضعاف هذه على الأقل ضعف ونص من هذه الرقم كيف تجدون هذا القانون وأثره؟ الشيء الجميل جلالة الملك الله يحفظها لما تحولت البحرين من دولة إلى ملكية إلى النظام ملكي دستوري صار عندنا مؤسسات وهذه المؤسسات يحكمها قوانين فجلالة الملك وضع قواعد صلبة الكل يبني عليها الوزراء يبنون عليها سلطات تشريعية أنشأت تبني على هذا المشروع الإصلاحي سلطات حقوقية أيضا أسست ووضعت من المؤسسات حقوقية يعني صار تصنيف عندنا تنفيذي حقوقي تشريعي تنفيذي رقابي هذا ما يتعلق فقط بحقوق الإنسان هذه مبرقة ومحقوق الإنسان كتصنيف كامل إلى الملكية الدستورية تكلم عن مؤسسات الدولة مؤسسات الدولة هذه قواعد ثابتة وضعها جلالة الملك في النظام الملكي الدستوري النظام الملكي الدستوري نظام يعني إحنا أكثر ما نقول أنه هو نظام إنساني أبوي يعني الكل يعرف أنه كيفية تعامل جلالة الملك مع المواطنين ومع يعني هو يعتبر حتى في حديثه أبناء أبناء يقول يقول أنا ولي أمر ولي أمر هذا الوطن نعم فإحنا نفتخر أنه يكون عندنا أصلا ملك بهذه يعني الإنسانية والروح الموجودة نحن كلنا نقول ملكنا ملك القلوب فوضع أشياء حقوقية من ضمن الأشياء الأساسية اللي وضعت للملكية الدستورية والأشياء هذه الحقوقية والمؤسسات الحقوقية اللي وضعها أكثر من ست سبع مؤسسات حقوقية تبني على حقوق تبنى على حقوق الإنسان هذه المؤسسات لها قوانين هذه القوانين جلالة الملك بين فترة وفترة يصير في تعديل في القوانين بما يرتقي بهذه المؤسسات الحقوقية وآخر هذه القوانين يعطيها مزيد من الصلاحيات ويعطيها مزيد من الصلاحيات ومن ضمن هذه القوانين الأخيرة اللي صارت اللي هي التدابير والعقوبات البديلة العقوبات البديلة طبعا التدابير نحن نتكلم عن التدابير هي للنيابة العامة والعقوبات التي هي في المحاكم يعني فيه فرق بينهم العقوبات البديلة تنقسم إلى كثير من الأقسام سبعة تنواع سبعة تنواع تقريبا ليس سبعة تنواع لأن هناك تنوع في هذه العقوبات بما يتناسب بما يتناسب مع الجرم بما يتناسب مع الجرم فالمشروع الاصلاحي مشروع بناء أنا أبني على أشياء حقوقية وغير يبني على أشياء تنفيذية وغير يبني على أشياء مثلا رقابية وتشريعية وكل واحد يبني من الجهة الحقوقية أنا أعتقد أننا عندنا قفزة نوعية ليس بس في المنطقة على مستوى العالم وإحنا بدورنا لازم نشيد أصلا بهذا التوجه الإنساني من جلالة الملك دائما بين فترة وفترة جلالة الملك يعني يروينا يعني أنسنة الحقوق يعني علمنا كيف نأنسن هذه الحقوق أن نتعامل مع الحقوق بشكل إنساني أنا بقعطك أستاذ خالد يعني لمزيد من الحوار مع ضيفي نشوف البعد العربي لهذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان مساك الله بالخير أستاذ عيسى مساك الله بالنور يا هلا وسأل فيك يعني مثل ما أتفضل ضيفي الكريم العقوبات البديلة اللي يتم تطبيقها ضمن فترة المحكوم عليه وهي بالتالي جزء من تطبيق العقوبة وإرساء قواعد العدالة من وجهة نظرك في البداية كيف تضمن العقوبات البديلة إصلاح النزيل وفي ذات الوقت خدمة المجتمع وتحقيق مبدأ العدالة وحقوق الإنسان طبعا مهم عند الحديث حول هذا الموضوع أن نأكد على أن المرسوم اللي أفضل جلالة الملك بشأن العقوبات البديلة ما يميز أنه يضمن حماية المجتمع من الجريمة وفي نفس الوقت يتيح فرصة لمن انخرطوا أو تورطوا في قضايا تعتبر مجرمة وعاقبهم القانون بتقييد حرياتهم لذلك وضع لها ضوابط المشرع في البحرين بحيث أن يكتمل نصف العقوبة أن يكتمل السجينة والموقوف نصف العقوبة وفي نفس الوقت استثنى بعض العقوبات أو بعض الجرائم لو تم إطلاق سراح هذا المجرم أو هذا المخالف في قدمة خطورة للمجتمع ضمان المجتمع كان هو المحدد الرئيسي والإصلاح هو المحدد لذلك يعني يفترض أن النزيل أو السجين بعد غضاء نصف المدة ما يتعلق بحرمانه من الحرية الجزء الخاص بهذا الجانب قد يعني ترك الأثر الإيجابي فيه وإضافة إلى العديد من البرامج يعني الإصلاحية والتناصحية التي تجرى للمساجين والموقوفين فإنه يعاد يعني يمكن إعادة تأهيلة وإعادة للمجتمع يعني بحيث يكون عنصر فاعل في الاستحاد العربي أو على المستوى العربي والدولي هذه التجربة أو هذه التشريعات من البحرين فريدا من نوعها تجربة البحرين في الوطن العربي أو في المينا ريجين هي تجربة تكاد تكون متفرلة في هالإطار لذلك هي تحظى بدعم كبير في الاتحاد العربي نحن نؤكد على أن هي يعني تعتبر هذه التجربة مقدرة ونثمنها بشكل كبير ونحن نتواصل مع العديد من الأجهزة في الدولة حتى نقيم هذه التجربة بعد ما يقارب من قضاء سنة واحدة استفادوا منها عدد كبير جدا ينخرطون في المجتمع ينعمون بتواصل مع أسارهم وعوائلهم يخدمون مجتمعهم يقومون بواجباتهم الأسرية ونقيم هذه التجربة المؤشرات إلى الآن تعطي نتائج إيجابية جدا وفي لقاءات مع بعض الأفراد اللي يعني مروا بهذه التجربة وهما يقدرون يعني هذه التشريعات من مملكة البحرين بشكل كبير فالتجربة أعتقد رائدة في الأمم المستحدة كذلك أشدوا في المفوضية السلامية وعديد من المنظمات أشادل بهذه التجربة أو بهذه التشريعات من البحرين والأجمل فيها أنها مستمرة في وثيرة متصاعدة نعم بتوسع نعم بتوسع وثيرة متصاعدة فترة ثم بقيام يعني أول فترة أو أول من استفادوا قيمة التجربة ثم بوعفة الأعداد وهذا أجمل ما في الموضوع نعم أستاذ عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان كل الشكر والتقدير لك على ما تفضلت به أرجع لك أستاذ خالد كنت أتكلم عن الجانب الإنساني الموجود لكن أيضا في العقوبات البديلة ويمكن جات الملك الله حفظها حينما يعني أمر بالتوسع فيها ويعني أنت قلت قبل شيء بأن دام المنظور الأبوي عند سيدي جات الملك موجود وبالفعل يمكن شفناه في الكلمة اللي يوجهها للطلبة اليوم هذي المشروع وهذا القانون له كثير من المدلودات الإيجابية على الأسر وعلى المجتمع خاصة في مثل هالأوقات هناك جائحة هناك الناس خايفة على روحها فتب الأسرة تريد أن تلتم تشوف عيالها كلهم موجودين جدامها إذا كان الأب هو اللي غايب أو ابن أو ما إلى ذلك كيف تنظرون لها من المدلول الأسري والمجتمعي نحن لازم نعرف نتوجيهات جلالة الملك لوضع هذا القانون كانت لحرص جلالة الملك على التواصل الأسري ومكانة واحترام الإنسان هذا أهم مدلول لما الترابط الأسري لجلالة الملك منهجية جلالة الملك للترابط الأسري هو الدافع الرئيسي لوضع هذا القانون يعني نحن نتكلم عن ترابط الأسرة عشان ما تتفكك هذه واحد أعطاء الأسرة الفرص لتعديل ما هو خاطئ في داخل الأسرة سواء كان ابن خطأ أو زوج أو زوجة خطأت أو ابن أعطاهم فرص هذه جديدة وأيضا ترسيخ روح التسامح بين الأسرة من ناحية والمجتمع من ناحية ثانية لتكون هذه الأسرة مرفوعة الرأس جنبها الوصمة جنبها أن يطلق عليها تعرف مجتمعنا شون ينظر نحن مجتمع مجتمع يعني عربي يمكن لا نظرة يعني عادات وتقاليد إذا واحد مثلا دخل مركز الإصلاح أو دخل خلنا نسميه مثلا السجن نحن نقول مثلا هاي والله مثلا في بيتهم واحد مسجون هذه النظرة هذه القوانين والنظرة الأبوية لجلالة الملك لهذا القانون يعطي الأسرة أنها تكون مرفوعة الرأس ويتكون متكاتفة وتعمل على الانخراط في المجتمع سواء كان مجتمع المدني أو الاجتماعي أو الاقتصادي تندمج في جميع المجالات المجتمع بدون ما يكون لها وصمة أو بدون ما الأسرة طالع خلفها نعم واستبدال العقوبات أو القانونين يعني العقوبات البديلة في ذات الوقت تحافظ على مبدأ العدالة نعم لأن الشخص اللي عليه حكم سوف يقوم بواحدة من العقوبات البديلة السبعة سواء يعمل في مكان ما أو عليه حكما لا يخرج من إطار معين لا يذهب لجهة معينة يكون في بيت مثلا أو لا يتصل لشخص أو يتواصل بالشخص نعم هي كثير العقوبات البديلة فالعدالة تتحقق أيضا وحماية المجتمع وحفظة وأمنة يتحقق أيضا هذا شوف قانون العقوبات وضع تصنيف لهذه العقوبات البديلة هذا التصنيف مثلا لما أنا أقول لك أنه عندك خدمة مجتمع طيب شكثر بتدمج هذه الأعداد شكثر بتدمجهم في المجتمع يعني بتخدم يخدم المجتمع يعمل هناك مؤسسات محدودة في البحرين ووزارات محدودة ويقدرون اللي قدرون يندمجون داخل هذه الوزارات ويعملون مثلا عدد معين دعنا نقول مثلا 400 أو 500 واحد أنا أقدر في السنة مثلا أدرب أو يعني أخليه يعمل داخل أحد المؤسسات الحكومية أو المسجلة للعقوبات البديلة ولكن لا ما اكتفى هذا القانون بهذا الموضوع لا اكتفى بأشياء كثيرة مثلها والله أنا أعطيك عقوبة بديلة ولكن تكون مثلا إقامة جبرية في المنزل أو مثلا أعطيك حرض ارتياد أماكن معينة أو حضر الاتصال بأشخاص معينة أو أنا أعطيك مساحة تكون عندك أنت مراقبة إلكترونية في مساحة مثلا المجمع السكني أو يعني منطقة مثلا المحافظة أعطيك مثلا مساحة أنك تتحرك فيها في أوامر حسب طبيعة الجرب وتقدير القاضي وتقدير القاضي سواء قاضي التنفيذ أو قاضي الموضوع أنا أسمحي بس يعني شيء من التفصيل في هذه الموضوع لأننا كنا نسمع ونشوف ردود الناس حتى في السوشيال ميديا فيقولون مثلا يعني شنو عقوبة أنك ما تتصل حق شخص معين قد يكون المشكلة كلها أنهو هوشة بين شخصين بين شخصين زوج وطليقته مثلا ويأذيها باتصالات أيوة فعليه حكم بدل ما ينسجن وممكن يمنع بالاتصال فيها فهي حسب طبيعة القضايا حسب طبيعة القضايا مثل هذا الموضوع كيف يحقق يعني العدالة بتوازي ولكن أيضا حقوق الناس أنتم من منظور حقوقي شون تنظرون لها طبعا احنا التوسع في العقوبات هذه يعني يعطيك منظور يعني أنك أنت تقدر تتعامل مع جميع القضايا الموجودة سواء كان قضايا يعني واحد بتعطيه عقوبة إذا كان مثلا قضيته مخدرات تمنعه من زيارة بعض الأماكن مثلا المشبوهة أنك أنت تمنعه بما يتناسب بما يتناسب في نفس الوقت أنت موجود في حل حق كل واحد بقضيته يكون فيها حل هذا يتناسب مع الإنسانية والتسامح اللي وضع هذا القانون اللي أصدره جلالة الملك الله يحفظ نعم أنتوا في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هل تتابعون يعني العقوبات البديلة هل لكم دور في متابعتها مثلا من يقضي العقوبة البديلة في جهة عمل ما ويجب أن لا ينظر ينظر له بنظرة معينة يتم التعامل معه وفق آلية معينة هل لكم دور ولا أنتوا دوركم بعيدا نحن عندنا تعاون مستمر مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بالعقوبات البديلة وتعاون مستمر أيضا مع النيابة العامة في هذا الموضوع ويكون نحتاط ونحرص على أن لا يعامل النزيل السابق في مركز الإصلاح إذا كان لعقوبة بديلة يعامل يعني معاملة غير إنسانية أو بنظرة يعني ينظر له نظرة أنه كان يعني في السجن أو تنتهك حقوق أو تنتهك حقوق بالعكس هاريصين ومؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحدى المؤسسات المسجلة في وزارة العدل التي تستقبل أيضا يعني ناس ليقومون العقوبات البديلة إحنا عندنا أربع مقاعد تقريبا في المؤسسة الوطنية لاستقبال مثلا أحدى مثلا اللي يريد يقضي عقوبة بديلة عندنا ممكن إحنا نستقبلها يعني حسب يعني اللي حولونا لنا النيابة العامة في إحدى اللقاءات السابقة مع يعني مثلين من نوزات الداخلية كانوا يتكلمون أن في موضوع العقوبات البديلة أنه في أشخاص قضوا عقوبات بديلة في جهة عمل ما تشافوا منهم حسن السير والسلوك يعني جدية في العمل وثبتوهم الآن هم موظفيين ثابتين وأنا قلت لي هل هي حالة استثنائية قال لي كثير من الحالات كثير من الحالات هذه الأشخاص قد يكونوا ضمن ظرف معين اضطروا لارتكاب جرما ولكن هم ليسوا من معتادي الإجرام هم ليسوا خطر على المجتمع وبالتالي قد تكون فيهم كثير من الصفات الجيدة وهذه كانت النظرة الأبوية للسيرجيات الملكة الآن لو ننظر إلى انعكاس هذا القانون والتوسع فيه على يعني رؤية العالم الخارج للبحرية من منظور حقوق الإنسان كيف ينظرون له كيف يعزز من مكانتنا في الخارج في بداية احنا خلنا نقول نرجع إلى المشروع جلالة الملك الإصلاحي خلنا نقول مشروع جلالة الملك الإصلاحي الحقوقي هذا المشروع يعني الكل يشيد في في الهيئات والمؤسسات سواء داخل البحرين أو خارج البحرين مجلس حقوق الإنسان يشيد دائما وأبدا في كثير من المحافل بالقوانين التي يقرها جلالة الملك أو يصدرها بمرسوم قانون بصفة الاستعجال يعني في أشياء كثيرة جلالة الملك أصدرها بصفة الاستعجال حتى بتعديل قانون المؤسسة الوطنية لكي ترتقي ويكون لها صلاحيات واسعة في الفحص والتفحص والزيارات المعلنة وغير المعلنة هذا يعطيها الداعم الحقوقي لكي يعني تعمل بمهنية داخل البحرين كثير من المؤسسات في جامعة الدول العربية دايما تشيد بتطور الممنهج للبحرين والتدريجي في الرفع من الحق الإنساني داخل مملكة البحرين احنا البحرين يعني كثير من الاتفاقيات العهدين الدوليين العهد المدني والسياسي وايضا الحقوق الاقتصادية والصحية والثقافية ايضا كثير من العقود والسكوك البحرين وقعت عليها على المستوى الدولي لكي تنخرط في المنظومة الحقوقية في العالم كلها نظرة المجتمع الدولي نظرة يعني تطورت لدرجة اننا احنا نكون فخورين اننا ننتمي الى مملكة البحرين فخورين اننا نكون احدى يعني اعضاء احد اعضاء فريق البحرين نفخر ان احنا نكون احد ابناء جلالة الملك الله يحفظ الله يحفظ ويعني حقوق الانسان في المشروع الاصلاحي وفي فكر سيد جات الملك كان لها مكانة كبيرة ومثل ما تفضل تدرجت يعني احنا في فترة من فترات كان لدينا المؤسسة الوطنية الحقوق الانسان وهي جهة مستقلة كان لدينا وزارة وزارة معنية بحقوق الانسان لدينا في السلطة التشريعية لجان لحقوق الانسان في مجلس النواب ومجلس الشورى وهناك جمعيات اهلية حقوقية ايضا بحرينية الكثير من الامور ضمن منظومة حقوق الانسان التي تحمي حقوق الانسان في البحرين ليس فقط لانعكاسها في الخارج ولكن نحن ننظر الى الداخل ولي ابناء هذا الوطن انا في الختام يعني لا يسعني الا اقدم لك كل الشكر لأستاذ خارج الشعر نائب رئيس المؤسسة الوطنية حقوق الانسان على ما تفضلت به شكرا لك شكرا شكرا جهودكم مقدرة شكرا جزيلا الله أعبوك الله أخليك مشكورين ومقصر في الختام اشكركم مشاهدين الكرام على المتابعة الله يحفظكم وفيه الله يحفظكم اشتركوا في القناة